بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين واللعنة دائم على دائم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحابه الحسين السلام الله عليك سيد أبا عبد الله يوم أولدت ويوم أعشت في هذه الدنيا الدنية ويوم ألتحقت بالرفيق الأعلى المولى الجليل الله سبحانه وتعالى فأنت الآن في أعلى أعلى سيد أبا عبد الله أنت ونستجد من حولك واقعا كما أسلبت الحلقة السابقة سنقف في هذه الحلقة بيزاء أو أمام الشخصية لا نملك سوى أن ننحني لها ونقدسها وتعتبر حقيقة لها الثقل الأكبر في العاشر محرم الحرام وفي معركة الطف على وهي شخصية أبو الفضل عباس عليه السلام كما تعلمون أن عقيل بن أبي طالب هو شقيق إمامنا علي بن أبي طالب وهذا ما ورده صحيح بأن إمامنا طالب بن عقيل بأن يزوجه مراتا من ولدتها في حولة العرب وطبعا عقيل بن أبي طالب كان من عند السابة ولذلك كان له الدور في أن يختار أم البنين فاطمة بيت حزام الكلابية وهذه المرأة الجليلة يعني قبيلتها من أشراف القبائل وأبوها من الأشراف ولذلك حدث هذا الأمر وكان أمر الزواج وأنها تنجب سلام الله عليه هذا المرأة الجليلة تنجب لإمامنا علي بن أبي طالب العباس عليه السلام وعبد الله وعثمان وجعفر ولذلك لابد لي أن أقف على شخصية أبي طالب العباس عليه السلام وأقف على قول هذا القول في الواقع صدر من إمام الحسين عليه السلام عشية يوم العاشر من المحرم الحرام أي عصر تاسوعاء سيدتنا الطهر المقدسة زينب عليه السلام لما حست وشعرت بقوم بدأوا يسحفون على المخيم جاءت إلى أخي الحسين وهذا ما سنقف عليه بتأمل وأخذ أبلغته بأن القوم بدأوا يسحفون على المخيم التفت إمام الحسين عليه السلام إلى أبي الفضل العباس عليه السلام وقال له أركب يا أخي بنفسي أنت أو على رواية أخرى أركب بنفسي أنت يا أخي أنا في الواقع سأقف على كم كان عمر أبي الفضل عباس عليه السلام في وقاعة الطف طبعا أنا كما أسلفت أستعين بالكتب حتى أكون دقيق الكتب المعول عليها بالدقة وبنقل الروايات الصحيحة وكما أيضا حتى لا يكون لدي تكرار الكلام أعتمدت كثيرا على مقتل السيد عبد الرزاق المقرم وكتب أخرى متعلقة بواقعة الطف وإضا لديه كتاب حقيقة كبيرة في مضامنه ودقيق ويعتبر حقيقة نوع من العلمية الكبيرة فيه وهو كتاب منية الراغبين في زيارة الإمام الحسين وأخي أبن فضل عباس عليه السلام لأستاذ الفاضل في الحوزة العلمية الشيخ لافذ الفتال وأكرر حقيقة الشكر الكبير والإمتنان لسماحة السيد علامة سيد صافي المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة دامة باركاته بأن يطبع هذا الكتاب ويجعل في العتبة وحقيقة هذا الكتاب في نكات علمية دقيقة النكتة معناتها المسألة الدقيقة وعبارة عن حقيقة يعني ترصين من الأرصان العلمية فيه لما لهذا الأستاذ الفاضل من دقة في نقل الروايات والوقوف على دقائق أمور فيتناول هذا الكتاب شخصية أب الفضل عباس عليه السلام ويقول أخوته من أمي وأبيه وأم ثلاثة عبد الله وعثمان وعجع فالكما أسلفت والمشهور أن أولاد أمو البنين أربعة العباس مع أخوته الثلاثة مذكورين وهما أجمعت عليه أغلب المصادر المعتبر سأدخل إلى عمر المولى العباس عليه السلام قال عمره الشريف وولادته قال الأكثرون يعني يمين الأكثرون ممن أرخى ومن يعول عليه بكتابة هذه الأمور متعلقات بهذه الشخصيات قال الأكثرون على أن العباس عليه السلام هو أكبر الإخوة أكبر أكبر الإخوة وقد اتفقوا على أنه كان له من العمر يوم قتلها أربعة وثلاثون سنة فتكون ولادته في 26 هجرية كما نص عليه العلماء طبعا المصدر كما يذكره الأستاذ فاضح قال يلاحظ حقيقة ذلك المصادر الكثيرة سر السلسلة سر السلسلة لأبي نصر البخاري وشرح الأخبار القاضي المصري وأيضا يلاحظ المجد العمري وكذلك أيضا يذكر بحال الأنوار العالم المجلسي وإبصار العين للجزائري وأبو الفرج في مقاطر طالبين على كل الحبي يراجع إلى المصادر لكن يقول فتكون لادته في 26 هجرية كما نص عليه العلماء وحدد بعض المعاصين لذلك اليوم الرابع مشار شعبان فعاش مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أربعة عشر سنة ومع أخيه الحسن المجتمع عليه السلام بعد أبيه عشر سنوات وبعدهما مع أخيه الحسين سيد الشهدى عليه السلام عشر سنوات لاحظوا أيها الأخو أبو الفضل عباس المولى العباس عليه السلام حقيقة في وسط الأمة كانت حياته الشريفة ويعني تربى على كأنه بين أبيه المولى سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبطاب عليه السلام وبعد ذلك بعد استشهاد إمام النعلمي الطالب آلة التربية إلى أن يكون مع أخيه الحسن المجتمع وبعد استشهاد إمام الحسن المجتمع قضى عشر سنوات وبعدهما مع أخيه الحسين سيد الشهدى عليه السلام عشر سنوات نلاحظ أن العباس عليه السلام عاش بوسط الأمة فكيف لا تكون هكذا شخصية العباس عليه السلام وكما يوصف العباس عليه السلام بأنه عالم أهل البيت إشارة لغزارة العلم الذي كان يمتلكهم وأيضاً العباس عليه السلام سلام الله عليه لقبة بعدة ألقاب أولاً السقاء طبعاً وهذه اللقب اشتهر على أبي الفضل العباس عليه السلام على بقية الألقاب قال وهو صيغة مبالغة من الساقي وهو القام بالسقي يعني تقديم الماء للمحتاجين له ويمكن أن تستعمل هذه الصيغة للمهنة كالبناء والحذاء وهو يدعى للتزام الشخص بذلك وتعوذي له قال هذا وكانت السقايا عند العرب من أشرف الخصال لعله هذه ذكرناها في حلقة سابقة ما ليسقي الماء من أجر وثواب عظيمين قال وهذا وكانت السقايا عند العرب من أشرف الخصال وقد تفاخرت بها قريشون في الجهالية من ضمن ما تفاخرت بها من خصال فقد كانت كلها مجتمعا عنده قصي فحازها حتى قال القول فيهم ولهم زمزم وجبرائيل ومجد الثقاية الغرائي أنا في الواقع هذه كمقدمة يعني ألقيتها عليكم لأدخل على موقف العباس عليه السلام حقيقة المولى العباس عليه السلام ووقفه الكبير جدا والعظيم في واقعة الطوف بحيث أن الحسين عليه السلام وصفه بأنت قوام عسكري وأنت كبش كديبة موقف هناك مع الشمر من ذنج جوشن وقبل أن تشتبك الرماح وتشتبك السيوف جاء الشمر من ذنج جوشن طبعا الشمر من ذنج جوشن بني عامر وطهرة مقدسة أم البني فاطمة بيت حزام كلابية والدت العباس وبقيت أخوته الشرفاء الأجلاء أيضا هي من بني عامر فعمر عفوا الشمر من ذنج جوشن كأنه جاء محاولة للتلاعب بموقف العباس عليه السلام وهي هات له ذلك وأنها له ذلك بهذا الموقف جاء فماذا قال العباس وأخوته سلام الله عليهم قال نهض عمر بن سعد بداية باعتفال أبين أنه أطلاق هذه الكلمة يا أخي أو يا عباس اركب نفسي أنت وين من شاء هذا الكلام قال نهض عمر بن سعد اللي حسين ليلة عاش وراء عاشية يوم الخميس لتسع مضينا من المحرم وجاء شمر حتى وقف وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين عليه السلام فقال أين ابن أختنا يعني العباس وجعفر وعبد الله وعثمان أبناء عليهم السلام عليه السلام فقال الحسين عليه السلام لأنهم امتنعوا عن إجابته فقال الحسين عليه السلام أجيبوه إن كان فاسقا فإنه بعض أخوالكم وذلك أنهم أمم البنين كانت بني كلاب وشمر الجوش من بني كلاب أيضا فقال له ما تريد فقال لهم أنتم يا بني أختي آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين ولزم وطاعة يزيد فقال له لعنك الله العباس عليه السلام فقال له لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له وناداه العباس بن أمير الممين تبت يداك ولعن ما جئتنا تبت يداك ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدو الله أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء ولاد اللعناء طبعا هنا هذا نفس هذا الشخص الذي قال لهم أنتم أين أبن أختنا أنتم آمنون نفس هذا الشخص عندما بقي الحسين عليه السلام مع أخي العباس عليه السلام قبل أن يخرجها فرات لجلب الماء طلب منهم يعني تحدث منهم وطلب منهم بأن يسقوا عيالات الحسين الماء ماذا أجابه شمر أجاب بهذه العبارة هذا الذي قال له أنتم آمنون وإلى آخر عبارة قال له لا نسقيكم ولو ملأت ولو ملأت صعيد هذا الأرض ما أن فإذا هو علموا به بكذبه وبأنها العرض عبارة عن يعني يجعلون العباس عليه السلام أخوتين كفون والحسين ولكن هذا كلام في الواقع بعيد جدا لم يعلموا شخصية العباس وكيف هو العباس وما هو موقفه مع أخي الماء الحسين عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى لعله بعد هذه الحلقة بعد هذه الحلقة إن شاء الله لدينا تكمله والوقوف عنده هذه الشخصية العظيمة والكبيرة جدا والتي هي تربية الطاهر المقدس أم البنين وتربية الأئمة عليهم أفضل الصلاة للسلام فأنا نستغرب من موقف أبو الفضل عباس عليه السلام من أخي الحسين هذا الموقف حقيقي الذي قلنا نغيره وكيف واساها خالح حسين عندما دخل الفرات هذا إن شاء الله ما سنذكره بعد ذلك وإن شاء الله نسأل مولى الجلي سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة المولى العباس عليه السلام ويرزقنا إن شاء الله الثواب العظيم والثواب والأجر الكبيرين إن شاء الله لينفعنا ذلك يومه تنصب الوازين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين السلام علي الحسين السلام علي علي بن حسين السلام علي أولاد الحسين السلام علي أصحاب الحسين والحمد لله رب العالمين